نحن نتحدث عن قطاع غزة الذي قارب على العام في الحرب الإسرائيلية على القطاع عام كامل بدون تعليم ولكن دوما يوجد هناك البدين يوجد هناك الإصرار والعزيمة على مواصلة الطريق وعيش على الحياة على الرغم من كل السعوبات معنى هنا مجموعة من الطلبة يعطيك العافية لا أنت جاي تكمل هنا الفعالين أنت في الجامعة لا وأنا مفتوض السنة هذه توجيهي يعني ورأبت علي طب بتيجي هنا بتدرس صحيح مفتوض يعني حسب ما على لفوزات التبية والدالي منو فيه اختبارات في شهرة معاش في المواد العلمين ويعني بتحاول ندرس بتحاول منضياش الوقت في طريقة يعني كيف بيكون الوضع أنت دراسة في الحرب من وضع مختلف وصراحة العمل النفسي بلعب دور رضي يعني بس بنحاول يعني نقابه ومدرس نحن نطلق هذه الأشياء أثرت عليك انشارف؟ أكيد أكيد زي أي شخص طبيعي مدثر عليك أش أجوانب الصغربي؟ الجوانب النفسية والمادية وفيه حاجات كثيرة بحركة ليه مثلاً يعني نفسيه تكون تركيزك مزي الأيام الطبيعية أن تقدر تدرس كل تركيز يكون عندك إمكانيات زي الأيام الطبيعية كأي طالب تحتاج إمكانيات تحتاج إمكانيات تحتاج إمكانيات للدراسة تحتاج إنترنت جوي وهي الإمكانيات تكون في كيف تضعين كيف تغفف فرفا؟ والله زي ما أنت شايف لأني نيجي من مكان بعيد سنعطش المقدار أنه أحصل وفي بعض الأحيان ممكن نتلقهاش أساساً الإنترنت حدث مكسول وقد تزيتوا هنا على أساس وما سيهو الإنترنت لقد قدرسوا لفعل لفعل ذلك المكسولة عنا قرارة؟ أكيد أن المحديات التي في قطاع غزة تؤثر عليك قطالك نعم لأنه اليوم أنت لا يوجد عندك إنترنت لا يوجد عندك وسيلة حتى أنك أنت تقدر تقدمها عندك اليوم لما نجحن أي شغلة لازم حتى نتغلب أن نيجع كافيات نيجع كذا ورغم ذلك لما نيجع كافيات ما بنلاقي لا إنترنت متوفر أمرار ولا بنلاقي يعني كهرباء حتى اليوم الساعة صارت غالية جدا يعني حتى في كل حاجة بنتأي شي لك فوح لتدفع واليوم عنا وضع نتغذة يعني عن جد يعني منهر جدا هل صار معاك المشاكل خلال طبق المكثرة لإنترنت حاني نعم 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 قطل قطل يعني حتى اليوم لو بدك تجيب بطريت يبقى أس أوي شي يعني من منظومة الطاقة اليوم غالي جدا سعارت غالي جدا يعني لو بدك تدرس بالبيت وبدك تدرس سانة عن فضل طبق المواجهة طب طب شو رحلتكم انتم كطلغة جامعات ونسكمل يعني لكم وردل من كل الغروف كير سابقوا كل طلغة نحن وليشين نتغذة نتغذة ونشرغم معا كل أي واحد إن شاء الله ثاني شي يعني نستمر في المجهود يعني هاي رغم الظروف الصعبة اللي احنا من وجهها الآن إلا أنه بيستمريين يعني إحنا طالبين علم إننا حلم زي ما الدول الأخرى لا حلم بولها يعني إحنا شائب بنحب الحياة باش من هنا يعني مش مش مع القر ما يأتي نحن كل محاو نحن 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 أه نحن 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 ثقاليا ويعanti هل تبتطلبة موزيزة الله أهلا كيف الوضاع حول من الأول حرب احنا نلواجها مشكلة فسبب ما فيه الكهرباء عندنا وما فيه انترنت متوفر لأينا مني علشان نكمل مسيرتنا الدراسية بس الواحد بعد معنا سحنا من رفق ويزينا هنا على مواطفة يونس كانت متوفر لأينا انترنت الحمدلله في اماكن معينة فيها كهرباء وهذا اشي ساعدنا ان نرجع الواحد اذا يجرع للدراسة او لحياة الدراسية تانية انترنت الموجودة والمواد التعليمية كمان ان الكتب مش موفر لأينا كتب مش موفر لأينا الكاريس الأقلام كل هذه الاشياء البسيطة كانت مش موفرة لأينا يعني فلما الفترة هاي بدت الاشياء تتوفر بشكل بسيط يعني نوعا ما لكن احنا بنحاول انه حتى اخل الإمكانيات انه برضو نستمر بوصل لتعليمية ان شاء الله طبقشك ايه يعني الابرز الافيات اللي واجهوا حقق على على صعيدة الانترنت كيف حجرة تكمني يعني تعليمك والتحديات في هذه الموجودة بالله الواحد يعني ان شاء الله ما شو احكي لك انه خاصة الانترنت ساية انه كتير كتير اشي متعب انو مسلا بنكم نحمل محاضرات لو بدأ حمل محاضرة واحدة كان بيقض مني وقت كتير كبير يعني بيدي عيوماين ثلاثة وانا ارجع اكمل هم نحميل محاضرة مرة تانية مرة تانية مرة تانية مرة تانية نحن نحن نزل محاضرة واحدة في محاضرة كاملة يعني اذا اشي كتير متعب بس انو احنا حابين نستمر في مسلتنا التعليمية حتى لو في حارف حتى لو في حلق الظروف احنا حابين نكمل ونوصل لاشياء نطمح لإلها كلنا كنت اتمنى انو ادرس بيئة ويكون دراستي القانون تكون في بيئة عن جد مناسبة لا جو المجال الدراسي يعني بس اه انا صغيرة سانة عالية وانا سانة عالية وانا نمتوف تبقى صلى الله سيجي تخرج من الحاكل اخطأ الله وانا شخصة الله أستعالي على طفوله من أجل نعمل عن المصالحين أنت بحالي أعطيك العرفة هلأ يعطيك أشو بتعمل غير نحكي أنا طالبة في حلوية الهندسة اسم هندسة عنزم الخسوح رجعنا للدراسة في جامعة الأزهر في فصل أول وقترت أنا سنة خامسة فبحاول أنا أوفر نت وكهربة لحتى المعتابة دروس الزمانية شوف شو قدي بجانب الجامعة وشوف شو أكثر صعبات اللي بتواجه لي أنا صحيحة وكهربة وتعليم الالتروني كيد وكهربة تعليم الالتروني إنه الطاقة يعني كل الأماكن توفت فيها طاقة في تهرضاء وزي شو رسالتك كطالبة حابة تكمل تعليمها أنا رأيهم كله ضعو أنه موجبة هنا في طاقة الثلسة إنه أنا كطالبة من غزة في جانعة الأصغر رح أكمل مساعدة تعليميها وأتخرج مع ضفرتي أو السن المناسب حتى لو يزروه أو المحيط ما ساعدني إني أنا أكمل تعليمي فأنتي كطالبة شو تحتاجي علشان هاد الأمور أول شغل للناتو والكهرباء هما الأكثر مكتفان من ساعدتان في القطاع ثاني شغل الحاجة المستحيلة خلينا نحصل عليه هل هي العامل النفس كثيراً؟ الآن أكيد وعلى أكثر كل التوفيق وأيضاً ليس فقط على صغيد الدراسة ولكن على صغيد تقديم المتحانات هنا في هذا المكان يحاول الطلبة أن يجدوا أي طرطة ويجبهم وهنا أيضاً في الضالبة وفي طالبات الجامعية هذا إذاً لسخان مباقي أنه إنترنت مقصول في هذا الوقت في هذا الوقت الإنترنت مقصول وأنقطع الإنترنت لذلك لا نعلم حيث أن يكون الحامرة في القاملة كثيراً في الصغير مين اللي عليها امتحان قسامت؟ بطلعة حالة عندك امتحان في اليوم صحيح نبتطع صحيح كيف الأسودة تعملت؟ هين قادر؟ استنى يجينا وإذا ما نضبط روض ممكن دروح عليك الامتحان؟ مبارح صار معي أنا أجد في الجنوب ونتوجد وضع لجنوبها وقال أحى الهالة ويذهب إلى الأسود وقال وخاعدا حكثة وصدت أيضاً عليها وصدت للتصوح هنا صورة علينا في التحان أصدت للتصوح من السابق وصدت على دكتور ونعضت أمم يعني ما كانت تصير قبل انه غطرت ومتبقت المنترحان قبل الحرص طبعا ما بيكون في احتمال ان يكون موجود بس هل قدت شو بي بتعملي شو مفاكرة تعملي والله مش هافة صراحة معيني بس ان برحي انا حاولت التزعط ببتر اتفاهم معاي يعني مرض واليوم كحان تاني مادة تانية وفاصل لنا شاف بس تفسر من بناتي يعني بيحقولوا يعملوا غير مكتمل يعني ما احنا يعني احنا من الكتروني من العامي لا كل اشي فاش ممتان من قعد ندرس فيه ولا شاحن يعني انا دائما باجي هين عن مكان ما يكون عليكو الزات ومتحانات باجي اقدم بس صراحة كان كويس يعني ادي شاهر انا في الكتروني انها فترة كويس يعني ليجي نحل اختبارات ونروح بس شاعة هاد الفترة النهائي فاينال فيش يعني انا فمعناه صراحة انا فيش احنا في مخيم فيش مكان نقعد فيه يعني ممكن اجي اقعد هنا احضر مخاطر التين تراتة واروح طب الدراسة للمتحانة غروف الحرب دراسة نفسها وانتو كنو خيام في خيام اه ما فيش هدوه ما فيش اه ما فيش اه ما كان مولاك ففتدلت وففظل هذا الوضع كمان بعض الصوات القصوات وانا صراحة بتاعت نفسية في الفترة انا لانو معاناة صراحة انا وانا سانا اولا يعني انا مش مجربة اش مجربة عاناة صراحة لا مش مكان لا نت ولا كاخر الله ولا شحن باجي احضرهم بحاول اني يعني كيف تحضر قدم انا مجربة تحضر للغاية ان شاء الله يجي الانترنت تجربة قدم انتحانك اذا كما نتابع مشاهديننا الكرام المعاناة تختلف من شخص الى اخر ولكن كلها معنى طلبة فلسطيني حاولوا أن يتعالوا على الجراح والصعوبات ويتخطوا كل التحديات من قطاع إنترنت وأيضا عدم توفر الكهرباء لشحن هواتفهم ومن أجل أن يقملوا مسيرتهم التعليمية سواء كانت هذه المسيرة الجامعية أم في المدرسة هذا هو الحال وهذه هي عزيمة طلبة قطاع غزة الذين يقولون أنهم يريدون استكمال الحياة على رغم من كل الظروف ومن كل الصعوب هذه هي نهاية الجولة ناكنكم معكم أنا علاء أبو معمر في نهاية الجزيرة مباشرة خلال نولس